خلف باب هذا المستشفى الواقع في مدينة جبلة بمحافظة إب معانات وأحداث تحاول مليشيا الحوثي إخفاءها المبنى متماسك من الخارج ومن الداخل فالخوف والموت والمجهول هو المسيطر وفات أشخاص ضمن عدد كبير من الوفيات جراء الحميات المتفشية في محافظات عدة بينها فيروس كورونا لا أحد يعرف أسباب الوفيات المتصاعدة داخل إب أو المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين فتعتيم المليشيا على الأسباب والأعداد حال دون وضع صورة واضحة لتفشي فيروس كورونا أو الحميات الأخرى قد تحد هذه الإجراءات من التفشي المتسارع لكوفي 19 لكنها غير كافية ما لم تعترف المليشيا أولا بأن المحافظات المسيطرة عليها واقعة تحت تهديد الوباء وأن أرواح مئات الآلاف من المواطنين قيد التكهنات وفرص قوة المناعة الذاتية الملاحظ أن هناك جملة من الوفيات داخل أسرة واحدة ففي إب توفي طبيب بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وسط تأكيد من مصادر طبية بوفاة وإصابة العشرات خلال الأيام الماضية المصادر قالت أن الدكتور يسري مجلي توفي في مستشفى جبلة بعد إدخاله مركز العزل جراء الاشتباه بإصابته بكورونا وقد فارق الحياة بعد يومين فقط من وفاة والده بالمرض نفسه أما زوجة الطبيب فما زالت حتى الآن داخل الحجر الصحي ولم يقدم الحوثيون تفسيرا واحدا حول كيفية إصابة أسرة كاملة بالأعراض ذاتها لتتوقف الأخبار الواردة عن مستشفى جبلة فقد أفادت مصادر طبية أيضا بوفاة شخصين على الأقل خلال يوم واحد بفيروس كورونا في مركز العزل التابع للمستشفى ميليشيا الحوثي تخلت عن المرضى وانشغلت بمحاولتها دفن الحقيقة وعدم الاعتراف بأن هناك قاتلا خفيا يتجول في المدن فاتكا بأرواح المواطنين اشتركوا في القناة